موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الأربعة 28 نيسان 28 أربعة القمر رح يكون موجود اليوم بالعقرب ورح ينتقل في ساعات المساء رح ينتقل لبرج القوس طبعا القمر بما أنه موجود في العقرب فهو موجود في منزلة القلب وهي للضفر والمصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل موجود فيها لتمام الساعة 12 و7 دقائق بعد منتصف الليل اللي هو الليل الثلاثة على الأربعة اللي هي الأربعة 28 يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 و7 دقائق فجرا لا ينتقل بعدها القمر لها منزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر موجود بالعقرب وحكينا أنه لما القمر بيكون موجود بالعقرب في هاي الفترة بنكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يام نحبه بشدة يام نكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته يبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت طبعا القمر رح يشكل بعض الزوايا خلال اليوم قبل خلو المسار ما في بعد خلو المسار زوايا الزاوية الأولى رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عنه وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة عشرة وثمانية وثلاثين دقيقة يعني ما قبل الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام ساعة اثناش وواحد وثلاثين دقيقة بعد الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بهاي الفترة بعدها مباشرة بصير في عنا خلو المسار يعني الساعة اثناش وواحد وثلاثين دقيقة بعد الظهر بيبدأ خلو المسار ورح يستمر لتمام الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر القمر بصير انتقل تماما واستقر في برج القوس هي تقريبا بتوقيت الأردن بتكون الساعة ستة واثنين واربعين يعني مساء تأثير القمر لما بصير موجود بالقوس بنشعر بالابتهاج ومننجح أو بنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسة الدينية من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في برج القوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة ثلاثين أربعة رح يبدأ في تمام الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمسة عشر دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر القمر اليوم بلش ينحصر عن الاكتمال عن المكتمل فهو اليوم سبعتاشر يوم في تمام الساعة ستة مساء بيصبح ثمنتاشر يوم نسبة الإضاءة بتقل بتصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في العقرب وبدو ينتقل للقوس ورح يضل لغاية ثلاثين أربعة منتحس بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الثور حتى يوم أربعة خمسة سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الثور حتى يوم 9.5 منتحسة بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 11.6 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم رح يتغير الوضع للصالحة مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم إش أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ وبدون عصبية ممكن تنشغل اليوم بمعاملة أو بملف في ساعات المساء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص أجانب أهم إش أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بتحمل هذه الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها من أكثر أيام الشهر فيها ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام وما تعادي حدا اتجنب الخلافات كليا خصمك بهاي الفترة بيكون أقوى منك وطباعك مش هادئة يعني متسرع شوي بقراراتك في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة حاول أنك تنجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الجوزة بترتاح إلى سير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها أهم إش أنك تراعي ظروفك الصحية اليوم ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفهم لوجهة نظر الشركاء العاطفي أو المال وحاذر من الخلافات وحاول أنك ما تضخم الأمور برج السرطان فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانباً ما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظاً في ساعات المساء بتنتبهوا إلى صحتكم أكثر لأنه ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الأسد لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك اليوم ممكن تنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية بتبدو قلق وممكن تتدمر لأقل إشارة في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم ممكن تعيش لحظات سعيدة أو ناجحة أو انفراجات والتطمينات ورومانسيات لأنه القمر رح يصير في بيتك الخامس برج العذراء اليوم بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة اليوم تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي شوي يشغل فكرك فعشان هيك بدك تكون ضابط عصابك وحكيم أثناء تداول الأمور العائلية برج الميزان بتتحسن المعنويات وتقوى الثقة بالنفس وبتختفي معها الهموم وبتطمئن هواجسك هذا اليوم أهم شيء أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة في ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء أنك تكون أكثر وعي على الطرقات أثناء التنقلات برج العقرب بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر عندك اللقاءات بتتلقى مفاجأة سرة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة جيدة بالنسبة لبرجك خلال هذا الشهر في ساعات المساء بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة والضياع برج القوس ابتعد عن المغامرات والرهان على الحظ اليوم رح تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية طيلة النهار لغاية ساعات المساء فعشان هيك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحلوض ممكن يعني تشعر ببعض التعب أو تراجع في الصحة مع ساعات المساء بتزول تماما تمتلقوا بعدها نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والمعطيات والتوجهات بتصير بتناسبك وبتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجديد هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون وللمشاركة الفعلية حاول انك تقتنس لإعلان رأيك للحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة في ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهمش انك لا توقع على عقد ولا تحسن مامر هاي الفترة فيها نوع من أنواع السلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو حافظوا على هدوءكم وحاولوا انكم ما تثيروا الفتن والمشاكل هاي فترة مهمة وبتمتحنك حاول انك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بالمسؤوليات في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو تسعد بمساعدة بعض الأصدقاء لا إلك برج الحوت بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار فهاي تعتبر من أجمل أيام الشهر بتكون الفترة دينيماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاقة بورشة جديدة في ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية واليوم بصير مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء إنك في ساعات المساء تتجنب الخلافات وإسعى لتلطيف الأجواء قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر